السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أبناني الأعزاء نواصل الكلام حول عمليات الفصل ونتطرق الآن إلى بعض مزايا عمليات الفصل. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن المسا وذكرنا بأنها اختصار لماس سبريتينج ايجنت والماس سبريتينج ايجنت هو عبارة عن مركب يضاف إلى عمليات الفصل يكون له إلفة نحو أحد مكونات الفيد يعمل على سحبه كطبقات الليكويد بجانب المال سبريتينج ايجنت لدينا الانرجي سبريتينج ايجنت في هذه الحالة لدينا عمليات فصل تتم بإضافة الطاقة إلى النظام تؤدي إلى عمليات الفصل بصورة عامة الانرجي سبريتينج ايجنت تفضل بصورة أكبر من المال سبريتينج ايجنت لوجود كمية من العيوب في عمليات المال سبريتينج ايجنت أولا من أهم هذه العيوب بنجد بأنه في حالة استخدام المال سبريتينج ايجنت لابد من إضافة وحدة أو عمليات فصل إضافية من أجل استعادة فبنجد بأنه عملية الفصل التي تمت تحتاج إلى وحدة إضافية لفصل المادة ذات الإلفة من المنتج الذي نسعه للحصول عليه مع تكرار عملية استخدام المال سبريتينج أيجين بنجد بأنه هذا الصولفان على سبيل المثال في حالة الليكويد لكويد إكستراكشن بنجد بأنه هذا الصولفان مع كثرة الاستعمال حدث له انخفاض كبير في المحتوى فلابد من عملية تقب عملية إضافة لهذا الصولفان وفي الغالب هذه المركبات التي تستخدم في حالة المال سبريتينج أيجين ذات كلفة اقتصادية عالية أيضا نجد بأنه استخدام المال سبريتينج أيجين قد يؤدي إلى تلوث المنتج النهائي فمثلا في حالة استخدام الاستخلاص بواسطة الهكسين لبعض المركبات الغذائية مثلا زيوط الطعام بنجد بأنه مركب الهكسين من المركبات التي لا يحبز استخدامها في الصناعات الغذائية ووزار الـ FDA في الولايات المتحدة بعد استخدام الهكسين فلماذا؟ لأن الـ MSA في هذه الحالة سيؤدي إلى تلوث المكون الأساسي وهو زيط الطعام الحالة المذكورة في المثال فبالتالي سنفقد المنتج الذي نسعى من خلفه أيضا نجد بأن استخدام الـ MSA سيؤدي إلى تعقيد في عملية تصميم المنشأة الصناعية لماذا؟ لأن عملية الفصل في هذه الحالة ستتطلب وجود عدد من عمليات الفصل الإضافية من أجل استخلاص وعملية الـ recovery لـ MSA هذه الزيادة تلقائيا ستؤدي إلى زيادة في التكلفة الاقتصادية للمنشأة كصورة عامة بالرغم من أنه الـ MSA أكثر تكلفة تشغيلية من الـ MSA إلا أنه الـ MSA يفضل عن الـ MSA وذلك للتعقيدات المختلفة التي تحدث عند استخدام تقانة المال سبريتينج ايجنت ترجمة نانسي أجمال